بأجواء الصيف وسهرات الليل أكيد ما لنا غنى عن المثلجات اليوم رح حضر معكم أطيب آيسي كريم بنكهة الشمام ومن داخل البيت وبمكونات سهلة وبسيطة بداية عندي مخدار أربع أكواب من الشمام أنا تخلصت من القشور وأكيد من البذور الداخلية وبدأ أضرب عندي الشمام حتى أحصل على تيوري رح أطلع فيه وهيك بيكون معاي عصير الشمام جاهز للتحضير عندي الآيسي كريم مقدار واحد كوب من الفرش كريم كريمة الحلويات السائلة طبعا في حال ما توفرت عندكم بإمكانكم تستخدموا كريم شانتي وعندي مقدار نصف كوب من الحليب المكثف المحلة بإمكانكم تستبدلوا بالعسل بعد هيك رح أخفق عندي الكريمة حتى أحصل على قوام كريمي ونحل مجرد ما ضاعفت عندي الكريمة بهالشكل مقدار ربع ملعقة صغيرة من الملون غذائي لون أورنج فقط مشان عزز عندي اللون وبعد هيك رح أضيف عندي عصير الشمام اللي حضرناه مع بعضنا وراح أضربهم مع بعضهم بواسط سباتيولة طبعا هون عندي الكريمة رح أحصل على قوام كريمي ناعم بدي أخلطهم مع بعضهم حتى تتجانس هالمكونات مع بعضها البعض شوفوا معاي هالقوام اللي كريمي في طبقة عندي بايريكس منشان يدخل للفريزر رح أسكب معاكم خليط الأيسي كريم سمي بسم الله بعد هيك رح أحكم أغلاقها وأغلفها طبعا بتاخد معاي وقت من موم ست ساعات وفضل مسبقا بيوم داخل الفريزر خلينا نشوف مع بعضنا بعد ما طلعت عندي الأيسي كريم من الفريزر عندي سكوب الأيسي كريم هيك عندي الأيسي كريم صارت جاهزة للتقديم رح أسكبها في كاسات التقديم مباشرة سكبت عندي الأيسي كريم في كاسات التقديم وأكيد مثل ما عودتكم دائما التزيين هو اختياري شوفوا معي جمالية هالألوان ونكهات منعشة بتسرسح على القلب وإن شاء الله بألف عافية عليكم